واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم العمر السلح يجب أن يصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أنا أسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة بالتقوى العاقبة هناك إذا اشتكت من كلال السيري أوعدها روح القدوم فتحيا عند معادي من نفسك باللقاء الله كلنا مين ألم يموت لك أحد أقول لي بلى أنصحك اجعل أي صورته على التليفون انظر فيها كل مرة مرة والله حين تنظر إلى ميت عزيز وديد إن أحبابك تنظر إلى صورته والله تشعر أنه ينظر إليك من عالم الآخرة وفعله في الآخر الآن يا الله هذا يشعر بدنك هذا كان موجود طبعا هو موجود ولم يفنى بالعكس والآن يحيى الحياة الحقيقية في كل حالتين يحيى حياة حقيقية فإذا نظرت تعلم أنك تنظر إلى وجه رجل أو كائن أو امرأة في الغيب في دار الحق عما قريب وقليل ستلحق به وسينظر إليك استعد القدوم على الله تبعك استعد كفى تسويفا كفى تمنيتا للنفس من وعود الفارغة كفى توسعا في الدنيا وعراضها ما بسوى والله العظيم ما بسوى كفى أنا أسأل الله العون ثم العون ثم العون إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده سأقول لي فيها عندنا طريق قصير فيه والله في طريق قصيرة وممتازة والله توصي نفسي أولا ثم كل أحبتي والمصنين بها تعلمتها من مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أجملها من طريق ما أجملها قال تفكرت ذات مرة في جماع يقال جماع وجمع يعني ما يجمع جوامع تفكرت مرة في جماع الخير أريد شيء يجمع الخير كل قال فإذا الخير كثير صلاة وصيام وحج وعمرة وقرآن وصدق كثير أبواب الخير كثيرة جدا أريد كذلك ماذا أنا أريد الجماع ثم رأيت أن الخير كل والخير بين أي والخير في يدي قال ثم رأيت أن الخير كله بيد الله الملك والملكوت كله بيد الله كل شيء بيد الله لا إلهació ليستtekzt لا يعرف هذا الرجل منور ربانيا اللهم نورنا قال ثم رأيت أن الخير كله بيد الله وأنك لا تقدر على شيء مما في يد الله إلا بطلبه من فرأيت أن الدعاء جماع الخير لا إله إلا الله ما أحسن هذه النصيحة والمولد فرأيت أن الدعاء جماع الخير الدعاء يا حبيب عليك بالدعاء ولذلك لا تيأس ما دمت تدعو ادعو الله سيدنا عمر كان يقول أنا لا أخاف أنا لا أخاف أن لا يستجاب لي لكن أنا أخاف من ماذا أن أمنع الدعاء أبطل أدعو 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 اليوم وغدا وبعد عشر وعشرين ثلاثين سنة لا تدري لعل دعوة واحدة من هذه الدعوات التي قد تعد بعشرات الألوف في يوم الأيام يقيد لهم فتاح باب السماء فتقبل فتسعد سعادة لا شقاء بعدها والله العظيم لذلك إذا دعوتم صدقوني أقصروا أقصروا من طلب خيرات الدنيا كفى كفى عندما نأكل وما نشرب ما نلبس حالك كافي كافي كثير وزيادة وأمعنوا وبالغوا وألضوا بطلب ماذا؟ خيور الآخرة وسحادة الآخرة قلوا أعني على ذكرك وشكرك ماذا قال له؟ قال له إني لا أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن بلدك طلب من قلبك قال له ربي أعني أنا ضعيف أنا ضعيف لا أقوم بقوة ولا أقوم بهمة ولا أقوم بسعادة وجذل فأهني حتى يكون قيامي فيما يرضيك من صالح العمل أسعد لي من الدنيا أي وما فيها ممكن؟ ممكن بدعوة مستجابة إذا استجاب لك خلق انتهى يصبح لديك طاقة غير عادية على العبادة والذكر وعمر الصالحات وفعل الصالحات وأخذ الحق والقوم بالحق والتحقوق في كل جهي إن شاء الله تحق اللهم لا ترفع ذكا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك إياك والثقة بالنفس إياك كل ثقتي كلها ذكا الدعاء الدعاء للنهار الدعاء لعل الله يستجيب جماعة الخير في الدعاء إذن الباب الثاني أيها الإخوة باب إيه رض البصر وحفظ الفروج مهم جدا في التزكية ما في نفس زاكية والبصر ممتد وله فضول وذيول وله فضول وذيول في آية غريبة جدا جدا وأن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم عجيب يعني ما علاقة أن أرجع إذا استعذنت على أخي أو جاري أو صاحبي فقال لي ارجع طبعا اليوم تمكن إيه ما تذهبش إليه ممكن تعطيه تلفون صحيح يا فلان أريد أن أزورك أقول لك مشغول أنا اليوم وهذا الأسبوع كله مشغول أقول له بارك الله فيك إن شاء الله أعلمني حين إيه يعني يتسنى لك استقبالي وما تزعل وما تغضب ولا تنكسر العكس وادعوا له أن ربني وفقه في كل أعمالي وفي كل مشغولياتي ومشاغله الله قال تضع حتى عمن أساء إليه وتعمد أن يسيء إليه وأن يكسره وأن يصفر وجهه يقول له الله يصلحك أنا مساء مقر أكيد عنده ظروف عنده ظروف ما سكين الله يفتع عليها فكي بمن قال لك مشغول ما عنده وقت استقبالك حادي تتقبلها بكل صدر رحب وهي أزكى من ماذا أزكى من أن تفرض نفسك عليه وتعلم يقينا أنه استقبلك مكرها محرجا ما حلوك إياك إياك أن تضع نفسك في موقف تشعر فيه بأنك أرغمت الآخرين على ما لا يحبون إياك لا تعمله أبدا لأنك صاحب نفسك كبير واسعة وترك الناس في سعى من أعذارهم ومشاغلهم الله يخير القرآن حجر والله العظيم في تربية في الكون زيك قصّم بالله ما فيه في الأكوان في تربية زيك وقال له محمد هذا محمد عليه السلام وهذا قرآن محمد وهذا هدي رب محمد وهدي محمد شيء أرقى ما يمكن أرقى مما يمكن أن يضفر إليه خيال قصّم بالله العظيم قصّم بالله شيء لا يكاد يضور أكوان حتى هذا ولذلك كان من إيمة هذا الدين أنه بلاء الفخماء قتادة على ما أذكر لم أرجعه لكن قتادة ذكرت هذه الخطبة قديمة من دعام السادوس قال لي سنوات لا أدري قال ست سنوات أو كذا لم يهم لي سنون أو سنوات في تطلب آية لم أوفق إليها يطلبها يعني علماً لا عملاً أحب أن يتحقق بها والحمد لله قال وفقني الله إلى ذلك ما هو أن أستأذن على أخي فيقول لي أرجع فأرجع وقد قيل لي قال قبل أيام رحت قال لي أرجع فرجعت وأنا سعيد جداً جداً هذه الآية عملت بها بفضل الله تبارك الله ترجمة نانسي قنقر